بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قبرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس بنور وجه الحسين يا نور يا نور يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تاتك العصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النحام اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب نذنبت وكل خطيئة اخطأتها اللهم إني اتقرب إليك بذكره وأستشبع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متبلل خاشر أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قامعا وفي جميع الأحوال متواضع اللهم وأسألك سؤال من اشتدت باقته وأنزل بك عند الشزائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانه وعلى مكانه وخفي مكرك وظهر أمره وغلب قمره وجرأت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساكره ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا 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 �� لذنك عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع والأمور عطوبة إلهي والأمور عطوبة إلهي وربي من لغيره الله تحقي我們 الله تحقي الإلهي وربي من لي غيرك أشأله وكشف ضري واللظر يا 그냥 إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فضرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاء وألزمني حكمك وبلاء وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي بأي حال معتذرا مادما يا الله مستغفرا منيبا مقرا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتي اللهم يا الله يا الله اللهم فقبان وارحم شدك ضري وفكني من شد وثاقي يا رب يا رب يا رب يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلده ودقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالف بركبي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكريك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك أيهاك أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبع زمن أدنيته أو تشر زمن آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحه وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققه وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة ماذا كذا الظن بك لا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب يا كريم بكرمك يا رب بكريم أهل البيت يا الله يا كريم يا كريم وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثه يسير بقاءه قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وشيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوال فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقة لإن تركتني ناطقا لأبجلنا إليك بين أحلها ضجيج الآمنين ولأسر خبا إليك صراق المستصغي ولأبكي أن عليك بكاء الباطدي ولأنادي أنك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياذ المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذا قطع معذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمن لرحمته ويناذيك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يخرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأم تتعلم ضعفه أم كيف يتقل قل بين أطباقها وأم تتعلم صدقه أم كيف تسجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عفته منها فتترك فيها هيهاك 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 ما ذلك الظنبك ولا المعروف من فضلك ولا مش بذل ما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كانت لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجلث ناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوى إلهي وسيدي يا الله يا الله إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أنتهب لي في هذه الليلة وفي هذه كل جرمين أجرمت وكل دنبين أذنبت وكل قبيحين أسررت وكل جحلين عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة لمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنه وبرحمتك أخفيته وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأن توفر حظي من كل خير نمزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنبت تغفره أو خطأت يا ربي 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 يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليمان يا عليمان يا عليمان كل ما يجرع عليكم شيعة سمير المؤمنين بعين الله يعلم يا عليمان بضري ومسكنتي يا خبيران بفقري وفاقتي يا ربي 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 أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا أمان عليه معولي يا ربي يا أمان إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي الله يقضى حوائجكم يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرح إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوع فأرده ومن كادني فكده واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عنديك وأقربهم منزلة من وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عفرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك يا الله وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي فبعزتك استجب لي دعائي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقفع من فضلك رجائك واكفني شر الجن والإنس من أعدائك يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره اللهم يشاء في مرضاكم جميعا إن شاء الله بحبك الحسين وطاعته وقوضنا ارحم الرأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعام يا عالمين لا يعلم صل على محمد والمحمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله ولا أمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا الله سلم الله ومحمد وعلي ومحمد